في إطار توجيهات الرئيس السيسي تتواصل جهود الدولة لتدليل العقبات أمام المواطنين بمختلف المحافظات خاصة محافظات الصعيد حيث تم إنشاء تسعة مراكز تكنولوجية بالقرى التابعة لمركز نصر النوبة بمحافظة أسوان ومنها المركز التكنولوجي بقرية قرطة بتكلفة إجمالية حوالي عشرة ملايين جنيها ويقدم المركز العديد من الخدمات المتعلقة باستجل المدني والتموين والتضامن والبريد والوحدة المحلية أنا عندي هنا في مركز نصر النوبة حوالي تسع مجمعات خدمية من ضمنهم المجمع الخدم الحكومي اللي موجودين بجوارة دلوقتي مجمع خدم حكومي بقرى وجورتة المجمعات الحكومية دي بتقدم خدمات للمواطنين سواء لرحدات المحلية أو التضامن أو عندي مكتب تومين عندي بعد كده شهر عقاري وسجل مدني دي بتقدم خدماتها لجميع المواطنين والخدمات كلها بتقدم في مكان واحد لراحة المواطنين وتقديم خدمات عديدة للمواطنين المراكز التكنولوجية بتقوم بعمال كل ما يخص المواطن من رخص مباني رخص هدم توصيل مرافق كل ما يخص المواطن بتيصلوا إن هو يجي يخلص بدل ما يروح في كذا جهة لا هي جهة واحدة بيقوم بها الأعمال كلها طبعا هنا المجمع سهل على الناس أمور كتير كانت الناس بتعاني منيها أن هي تروح أسوان أو نصر النوبل خدمات الإجراءات سواء للتأمين أو سواء للتضامن فأمور كتير يعني بصراح حلت مشاكل كتيرة دلوقات المواطن بيجي هنا ما بيخدش أكتر من ربع ساعة عشر دقيب الكتير وقته بينتهي وبيخلص إجراءاته كلها طبعا نحن منقوم بكل العمل بنسهل عليهم في الترخيص في الإسمية كنا بيجي يروحوا نصر النوبة عشان يعملوا ترخيص فدلوقات يبقى كله عندنا في المركز هو طبعا حيوفر توفير كتير وهتلاقي فيه هنا المجلس بخدماته فيه التوميم بخدماته فيه شارع خاري بخدماته فيه كل ما يعني يخص المواطن المصري أو المواطن النوبي بعد بناء المركز التكنولوجي وفر علينا وقت وجهد ومشاوير عشان ننجز مصالحنا الحكومية اللي كانت بتطلب مننا وقت كبير جدا ومننا نروح لأكتر من المكان عشان نخلصه احنا كنا محتاجين للحاجات ديال من قديم يعني مش قد الوقت بس الحمد لله دلوقت توفر مع حياة كريمة ونشكر سياسة الرئيس اللي طبعا على رأس حياة كريمة